موسيقى بصبحكم بالخير اليوم الثالثة 26 أيلول سبتمبر اليوم الأمر مرافقنا لليوم الثاني على التوالي من برج ناري برج القوس والجو بعده ممتاز للأبراج النارية مواليد برج القوس الأسد وأيضا مواليد برج الحمل كيف رح بيكون نهارنا نبلش مع برج الحمل بالنسبة للك مولو برج الحمل اليوم نهار ممتاز وين اليوم جودة هيدا نهار اليوم الحظ يكمن في التعامل مع أشخاص جديد مع مسألة جديدة خايف مننا نقزين مننا أو حابب أنك تطلقه كإطلاق مشروع أو تلعبالك تحكي مع أهلك بقصة معينة أو تواشي الشخص بمسألة معينة اليوم نهار ممتاز لذلك مطلوب منك فقط أنه ما تخاف ما تنقس تركز شوي وإذا حدا تحديك ما توقع بفخ التحديات تبقى المواليد لأكثر حظنا 12 و13 نيسان أبريل بنتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور أول شي مطلوب منك تنتبه لمسائلك الصحية لأوراقك لبلسات التأمين لكل هالمسائل هاي أيضا بدك تنتبه لكل شي اسمه قانوني كل مسائل قانونية ممنوع مخالفة القوانين القوانين على أنواع الاجتماعية الأعراف المسائل المالية أيضا مصارف الأمور المصرفية بعض مواليد برش الثور اليوم يمكن يضطروا أنهم يدقوا بمعاملة بترشعلهم ورقة بترشعلك امتحام دراسي بيرشعلك في مسائلات في بعض علامات الاستفهام وبعد مواليد برش الثور أيضا نطلوب منهم أنهم يتفاهموا مع آخرين مع أشخاص آخرين لحتى يقدروا يوصلوا إلى نتيجة يعني اليوم نهار شغل بشغل اليوم نهار تقني بامتياز واليوم نهار مطلوب أنك أنت تحاول أنك تاخد الخطوة باتجاه جهة أو طرف معين الأوفر حظا 26 إلى 29 نيسان أبريل بنتقل لبرش الجوزاء بنسبة لبرش الجوزاء ما تمشكلها حتى لو طالع بيلك تمشكلها أو حتى لو حدا استفزك لتمشكلها الجو اليوم يحمل طاقة كتير كبيرة لكن هالطاقة الموجودة اليوم بتخليك توصل إلى خط النهائي بنجاح اليوم نهار ممتاز فقط بشرط واحد إذا أنت كنت هادئ الأعصاب وعم بتركز وما عم بتشتت أفكارك الأكثر حظا 18-19 و20 حزيران يونيو بنتقل لبرش السرطان بالنسبة لبرش السرطان نهار طويل ما بيخلص نهار متعب ما بيخلص اليوم ضروري أنك تعتمد أسلوب يكون متفاعل مع نهارك مع أشغالك مع أولوياتك وضروري أنك تطور يكون هيدا الأسلوب متجدد متطور ليخدمك لتقدر توصل نهار متعب أيضا صحيا بعض مواليد برش السرطان يمكن يأخذوا شغلهم ع بيتهم يمكن بعض مواليد برش السرطان يقعدوا بمكتبهم وما يطلعوا منه مطالع بينهم ويتحركوا مطرح بتضل المواليد 2021 تموز يوليو الأكثر حظا نكمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد هيدا نهار ممتاز مثل مبارح من الأيام الرائعة يلي بتخلي مواليد برش الأسد يكونوا هني النجوم أنت النجم اليوم أنت فعلا قادر أنك تلفط الأنظار تجذب الأنظار وقادر أنه فعلا تعمل شيء من لا شيء وبالتالي بعض الناس تتفاجأ أنه كيف شو عامل ليش اليوم نهار الحظ معك بيخدمك الحظ ومش بس هيك حتى أنت عندك طاقات وعندك مواهب اليوم تقدر تولعها نلقيهم الرائعة فعلا خاصة عند مواليد 15 أب أغسطس بنت إيه لبرش العذراء بالنسبة لبرش العذراء حلو تخصص جزء من نهارك جزء من اهتمامك من تفكيرك وطاقتك لحتى تحسن أوضاعك أنت الخاصة نفسيتك بيتك عائلتك مكتبك مطرح ما أنت قاعد خصوصيتك تهتم فيها حلو بهذا نهار تكون أنت عم تتصالح مع ذاتك أيضا صحيح في شوية قلق عابر لكن هيدا نهار مخصص لتهتم بهاي الأمور يلي عم بتسبب لك قلق وتطلع بنتيجة إيجابية مش لحظة نقزمة اليوم بدنا نحلة وبتقدر تحلة بتبقى المواليد اللي بعتبر أنه لازم تنتبه أكثر من غيرها من السرعة من المجازفات مواليد 4-5-6 أيلول سبتمبر الأكثر حظا 29-31 أب أغسطس نكمل مع برش الميزان بالنسبة لبرش الميزان نهار رائع بالنسبة لك تتميز عن الآخرين بفصاحتك بقدرتك على تفاهم مع الناس بقدرتك على التفاوض وبقدرتك على أنهاء كل الأسئلة بالامتحانات بنجاح نهار ممتاز لحتى تكون موجود لتسمع صوتك لتسمع الآخرين تتميز اليوم بطلة حلوة وضروري بهذا نهار أنه ما تقعد عائل ضروري يكون فيه مروحة كبيرة من الاتصالات مع الآخرين نهار ممتاز خاصة لـ 2021 أكتوبر بكمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب هيدا نهار بيطلب منك أنه الاهتمام بدك تحطه بدك تكون عارف أكزاكلي وين حطه لحتى ما تطلع بخيبة أمل يعني إذا أنت رايح تستثمر بمسألة معينة تنقول رايح وتدفع تشيك مثلا أو تدفع كاش لأي شيء آخر أي شيء بدك تنتبه وين عاب تحطه مع مين مين عاب يسمى المصريات كل التفاصيل اليوم بدك تكون أنت متأكد منا مش يلا حطينا ومأخدنا مثلا الوصل أو معرفنا لمين سلمنا أو شو شيك على كل شيء اليوم انتبه اليوم بعض الأشخاص اللي بيحاولوا أنه يغشوك الأوفر حظا 23 أكتوبر بنت إلا برش القوس الأمر ببرشك من مبارح مولو برش القوس بعدها والعاني عندك بعدها الاحتفالات دائرة وإذا ما عم تحتفل بشيء لازم تفكر أنه يوجد شيء ما لازم ينطلق لازم يكون فيه انطلاق اليوم لمسألة بحياتك لمرحلة بحياتك مش بالضرورة تكون مرحلة كبيرة أو مشروع كبير لكن فيه قصص صغيرة تتطور بحياته الروتينية للإنسان هي اللي بتخليه يرتاح بالنتيجة لازم تكون مرتاحين واليوم عندك ضوء أخضر لحتى تاخد خطوة تاخد مبادرة أو يمكن منها لحالة بتوصل لعندك تطلع بالنتيجة أنت مرتاح وضميرك مرتاح كون حذر 14 و 15 ديسمبر كمل مع برش الدلو مع برش الجدي بالنسبة لبرش الجدي اليوم نهار بصراحة هيدا نهار الواحد لازم يستريح فيه هيدا نهار لا بيقدم ولا بيأخر ويمكن حتى بيأخر أكتر ما بيقدم بدك تنتبه اليوم من الأخطاء من السهو أخطاء السهو يلي بتمرق وما بتنتبه له بتروح بتقدم امتحانك بتقدم ورائك وتطلع في غلطة كبيرة غلطة الشاطر بألف غلطة فانتبه اليوم من هالأمور هاي نهار أيضا معقولة كل حجوزاتك ما تطلع مظبوطة كل تعبك يروح على الفاضي فكون حذر بالرغم من هالشي هناك حظ عندما ولي 28 ل 31 كانون الأول ديسمبر كمل مع برش الدلو بالنسبة لبرش الدلو نهار حلو كتير بتطل فيه بيطل كتير حلوي هيدا نهار بيخلي مولوب برش الدلو يكون من المرشحين المناسبين من المنافسين الأقوياء هيدا نهار طلتك حلوي جذابي ليفتي للنظر ومش بس هيك في ناس عم تدعمك انت شخص اليوم من العالم بتزقفلك انت شخص من ناس بتدعمك بتطلع عليك بنظرة كتير جيدة والناس راضية عنك إذا بهمك هالموضوع هيدا نهار ممتاز لحتى تشارك بأوهي الأكثر حظا 16-17 شباط فبراير كمل مع برش الحوت بالنسبة لبرش الحوت اليوم نهار بيحمل تقل مسئولية تقل عبق معين فيكون له علاقة بالبيت بأحد أفراد العيلي بعمل بمقابلة هيدا نهار بيطلب منك انه بيكون معك حامل كل الملف كل الملف بيكون حامله من أوراق من إثبتات من صور من كل شي هيدا نهار ايضا بيطلب منك انه تشتغل على مستقبلك تفكر لابعيد وتروح على مقابلاتك من دون ما تكون خايف على الإطلاق الأكثر عرضة للتحدية 2-3 و 4 دار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هيدا سنة مهمة على الأرجح في تغيير مكان عمل أوفيس المكتب يمكن يكون فيها بتغيير ايضا نوع الاختصاص اللي عم تختص يمكن يكون فيه انتقال مدرسة لجامعة أو تصير فيه تغيير بهالمكان مدرسة لمدرسة لسبب أو لآخر أو من جامعة لجامعة هيدا سنة بتحمل تغييرات كتير كبيرة ولازم تكون إيجابية أكتوبر شباط فبراير حزيران يونيو هني أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراجي جديد بايفية اشتركوا في القناة